حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة خمس ألعاب التقطق عليك إذا اخترت المستوى السهل لا تنسون يا شباب الاشتراك في القناة لأن دعمكم يهمنا يو ولد وش الرهابة دي قاعد ألعب في تابلت لعبة كذي تاكسي عن طريق استخدام يد الإكس بوكس بس شبكت فيه واشطالت عن طريق بلوتوث فلا صراحة أقدر ألعب فيه أي وقت أبغى هذه الحلقة من خمس أشياء برعاية هواوي ميديا باد M5 برو لما تختار المستوى السهل البطر رح يطقطق عليك بأنه يقول كلام مثل تبيني أمسك يدك بعد والأعداء ما رح يهجبون إلا لما تهجم وعداد الحركات الخاصة ما رح يرتفع عن المستوى الثاني لما تختار مستوى كيدزمود أو مستوى الأطفال اللعبة رح تكون سهلة بزيادة لدرجة أنه فيه أماكن كثيرة في اللعبة اللعبة بنفسها بتتحكم بسبايدر مان وتلعب عنك حتى بعض الألغاز بيحلونها لك أو أحيانا يشكحونها لك بالكامل ستريتوفريج ثري لما تختار مستوى السهل وتوصل للمرحلة الخامسة الزعيم روبوت اكس رح يطقطق عليك ويقول لك أنت جالس تلعب مثل المبتدئين ولما تهزمها رح تنعادل اللعبة وتسحب عليك وتخليك تعيدها مرة ثانية بالمستوى العادي عشان تطلع آخر مرحلتين في اللعبة سيريا السام اتش دي مستوى السهولة هذا اسمه تورست أو السائح وراح تكون اللعبة سهلة جدا ولما تقتل الأعداء ما رح يطلع دم لكن رح يطلع ورود ولمعان كأن اللعبة نفسها جالسة تستهبل عليك عشان خايفة تجرح مشاعرك المرهفة إيرث ورم جيم لما تنهي اللعبة في المستوى السهل رح تجيك رسالة خاصة من مبتكر السلسلة يطقطق عليك ويقول يا أخي أنت دودة جالس تلعب على التدريب ها وبعدها رح يجلس يعطيك معلومات عن الدود إلى ما تطفش يعطيكم العافية عن المتابعة يا شباب لا تنسون لايك على الفيديو وإذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس وإذا ما كنتم مشتركين اشتركوا في القناة عشان تجيكم حلقات رهيبة مثل هذه في المستقبل كان معكم محمد بسيمي مع السلامة